بسم الله الرحمن الرحيم فضل لنا حتة صغيرة جدا جدا في تحضير الكحول الالكايل هلايد هنحط عليه سوديوم هيدروكسايد في وجود مية قاعدة قوية الان ايه هتاخد السي ال يحصل استبدال المية بتحط لنا او اتش مع اتش انا بفكر الاولان بحضر ايه بحضر الكحول يعني عايزة دخل او اتش الاو اتش هتدخل بكانك الكولور ده هتفاعل اسمه سبستيتيوشن استبدال استبدالت الكولور بالاو اتش فقط ما فيهاش اسهل من كده يبقى حطه عالسهم ايه ده المهم سوديوم هيدروكسايد في وجود مية تمام نفس الكلام لو عطاني كده حط لي او اتش دي هي هي او اتش دي معناها سوديوم هيدروكسايد دخل في وجود مية هتا استبدالها مكان الكولور بس ده اسمه تيرشا ريبيوتايل اه بيعني عشان فيه واحد اتنين تلاتة اربع اربع كربونات والشكل الشوكة ده اللي هو معمول ده اسمه تيرشا ريبيوتايل ماشي معلومة كده عيديني ايه عيديني كحول ماشي بيوتانول طيب ممكن تقولك حضري البيوتانول فانت تحضريه بقى بكزا طريقة بقى ليه رياحك ماشي طيب الالكحول او اخر حاجة اه اه قبل الاخيرة اختزال الالدهيدوكيتون ايه العامل مختزل اختزال يعني اضافة اتش اختزال عكس الاكسادة الاكسيديشن اضافة اكسوجين اكسيديشن اكسادة الاختزال اضافة هيدروجين فانا اضيف اهيدروجين على ايه على القلدهيدوكيتون ده قلدهيد عرفنا شكله اللي هو بيبقى فيه اتش لكن ده كيتون مفوش اتش فيه كربونة وكربونة ماشي حوالين ده بالبوند كربوني طب انا عايزة اعمل ايه عايزة اختزال هكسر الربطة دي واضيف اتش لانه قلنا الاختزال اضافة هيدروجين طلعلي الكحول ولا لأ بس النقطة بس ان ايه هي عوامل الاختزال عوامل الاختزال والكرومات اللي هي اللي هي فيها كده وممكن نحط معاه بتاسيوم او صوديم عادي كرومات ودي والبي سي سي كان محامل مؤكسد ضعيف شوي ماشي دي عوامل الاكسادة عملته لكم عشان تثبت معاكم انا برجعلكم كده كأني برجعلكم على الشابتر اتمنى ان انتم تدعووا لي كده كأني برجع على شابتر القلدهيدات والكيتونات لان دي اهم النقط فيه طب الاختزال بقى الاختزال اللي انا عملته ده او اي حاجة من دي ما يحدش يخاف ده او ده او ده كلهم صح عايدوني كحول القلدهيد يديني برايماري الكحول كيتون يديني ساكندري الكحول لان الكربون المسكف الو ايتش مسكف كربونتين ماشي؟ طيب بروبانويك اسد هنا عندي نفس الكلام او هنا بس بيقولك البروبانويك لو انت عايزة تحضاري الكحول من اسد من حمض من حمض تعمليه لاختزال عشان تحوليه الكحول مش كيتون ولا لازم تحطي حاجة قوية عشان تقدر تحول الحمض الى كحول لكن لو حططيله على السهم على الحمض ده اي حمض ده حمض وده حمض ده بنزوك اسد اهو الحمض مميز بالمجموعة دي سي او 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 ايتش حططيله على السهم عامل مؤكسد ضعيف زي السوديون بروهيدرايد ده لكن الالديهيد والكيتون اي عامل اختزال ده او ده او ده هيكسر الالديهيد والكيتون ويحط لك ايه جنب الاكسوجينة دي هيكسر الربط ويحط لك جنبها المركب ده لانه موجب هيروح للأكسوجينة السالبة يلزق فيها المركب ده غير ثابت هيتحول مباشرة بعد وضعك للحمض او هيدورونيا مقاين هيتحول مباشرة للكحول برايمري على الكحول ليه برايمري؟ الالديهيد والكيتون الالديهيد يدينا برايمري ماشي؟ هنا ده الالديهيد برضو بس فيه هنا ده هنا كان اتش و اتش فورمال دهيد ده اسيتال دهيد فيه مثيل هيديني الساكندر يالكون ماشي؟ انصلا انت ما يهمكيش ايه هيتطلع لي انت بعد ما تطلعي عدي كربوني الماسكف لو اتش ماسكف اتنين يبقى ساكندر يعني اللي بتحفظهاش حفظ يفهميها يبقى عندي هنا ده مركب زي ده حطط له جريجنر در ايجنت هعمل ايه؟ هده اعملوها لكم هكثر الربطة وحط هنا الامجي بي ار تلزق جنب الاكسوجين مركب ده غير ثابت يتحول الى الكحول ازاي يتحول الكحول؟ هنشقل الامجي بي ار هتطير هادر الامجي بي ار هتطير وتدخل الهتش الحمضة هيدخل لي اتش فهحضر لي كده الكحول اهو واضح؟ سهلة جدا عملوها باديكم سهلة جدا 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 اتمنى لكم كل توفيق يا رب حبيبي سهلة جدا 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 شكرا